حراك يتوسع بين موسكو وتل ابيب منعا للضغط على اعطاء اوامر قد تؤدي الى كارثة وفي احسن الاحوال تبطئ من زخم العمليات الاسرائيلية في سوريا ولبنان التين تعدان ساحة المواجهة الفعلية بين ايران واسرائيل وفد رفيع من الجيش الاسرائيلي على رأسه قائد عمليات التنسيق يحط في العاصمة الروسية للتباحث مع نظرائه هناك حول الالية التي ستحكم تحليق سلاح الجو الاسرائيلي في الاجواء المتلاسقة بين سوريا ولبنان وفلسطين المحتلة دون ان يتكرر مشهد سقوط الطائرة الروسية في ايلول الفائت قائمة من المطالب تريد روسيا وضعها في دفتر شروط اعادة فتح الاجواء السورية امام الطيران الاسرائيلي تتضمن وقتا اكثر طولا منذ قبل وتحديدا لا لبس فيه للأهداف الاهداف التي يجب ان تكون قليلة ومقتصرة على الخطير والطارئ منها دون المنطوية على تهديد غير ازف الشروط الروسية التي يبدو انها بحاجة الى جولة مفاوضات شاقة تدفع بتل ابيب لارسال وفد مختلط يغلب عليه الطابع الاستخباري لقراءة الواقع وكشف اوراق على طاولة الكريملين طمعا بقبول مناسب للطرفين القبول الذي سيطول ايضا جبهة اخرى اضافة الى سوريا الا وهو لبنان الذي يقف اليوم على شفى مواجهة مع اطلاق درع الشمال الذي يأتي لكسر نظرية الردع المتبادل واعادة الردع النسبي المائل لصالح اسرائيل في تل ابيب يقف رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية العميد تامير هايمن امام الكنيسة ليمهد للمرحلة القادمة التي قد تختزن حسب قوله فرصا كبيرة الى جانب المخاطر على كل الجبهات مع اقتراب نهاية مرحلة الربيع العربي حسب كلامه اذا الحراكو المحيط بالمنطقة لا يخطئ طريقه نحو المواجهة التي لا ترغب اي من اطرافها بدخول اتونها الا ان الضباب والتصادم في مكان مكتظ يجعل النيران تهب في مناطق لا تشتهي الحرب